مرحبا مايكل موجود هنا أملا مايكل معك فرانكلين دريفر أنا فرانكلين لقد جيت عندك السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جدة اي فايف نعم سنقوم ببدء لعبة جدة اي فايف مرة أخرى بمهمة صرقة البانك سأقول لهم يا شباب بعض اللحظات ما سنقوم بفعله مايكل مع تريفر ومع كذلك هذا الشخص الثالث وهو براد حسنا سأستعمل الهاتف إذا لاحظتم فإن الهاتف الخاص بمايكل هنا فهو نوع قديم جدا لأن مايكل كما قلت لكم فكان فقيرا جدا سأنقيدك يا مايكل لا تقلق في المهمة الأولى تم تعرفون على مايكل وعلى تريفر لكن لم يتم تعرفون بعد على فرانكلين وما سنقوم بفعله ان شاء الله لأنه بعدما يتم تعرفون على مايكل فنحن لا نستطيع اللاعب لا بمايكل ولا بتريفر يعني يكونون مختفين لذلك سأقوم الآن بإنهاء هذه المهمة الشباب الخاصة بسرقة البانك وسأعود لكم لكي أشرح لكم ماذا سنقوم بفعله في هذا الفيديو وهيالكي ننطلق وعدت لكم مرة أخرى يا أصدقاء صراحة الأمر ممتع جدا لذلك لم أريد قطع الفيديو كثيرا عليكم هذا موتlar سارقة البايكل حلقة الأولى من cutting butch tf5 ايلا تم كمعكم تريفر للم أتنب drawn الآن علينا الذهاب وأخذ تلك السيارة تسريع ايسرع là yeah لا یرجاجر يملك حرام عليكم لتريدون قطع هل تريدون القطع ولا يوجد أي مشكل ،آلان سنقوم برؤكم في السيارة هنا تريفر كان جدا كان صغير كثيرا نعم لنا سوق نحن السيارة عندنا سائق خاص لكن سيموت سيقتلوا الآن رجال الشرطة ريفر لقد مات الآن سيسوق مايكل السيارة وبعدها سيتم تحويل الكاتسين إلينا لكننا نقوم بالسياقة بس نلتقي إن شاء الله عندما نقوم بإنهاء هذه المهمة أو نلتقي عندما سيموت براد نعم لأن العديد من الأشخاص نسوا هذه المهمة لأولى الخاصة بجتا اي فايف لذلك لا يوجد أي مشكل إذا قمت بتذكيركم بها لكن ليس هذا هو موضوع الفيديو يا أصدقاء موضوع الفيديو سيأتي لاحقا لكن يجب علي عمل هذه المهمة والمهمة الثانية من اللعبة لكي أستطيع اكتشاف الأشياء التي أريد اكتشافها وستعرفونها عندما نقوم بإنهاء هذه المهام هنا القطار قادم لا لا أصبنا مشكل أصبنا القطار أعتقد هنا سيموت براد مسكين هنا يريد مايكل خيانة تريفر لكي يسرق جميع المال ويقوم بالهرب أراد تريفر ذهب في الهيليكابتر لكن مايكل قال لا لا هنا جاء الصديق مايكل ديف لكي يقوم بقتل مسكين هنا متبراد سدد على براد لكي يتم دفن براد مكان مايكل وهنا سدد على مايكل لكنه لم يقتله قموا بالاتفاق على تريفر وهنا قاتسين أخرى هنا سيهرب تريفر المسكين لأن عدد رجال الشرطة فهو كثير جدا سيأخذ هذه كراهين على ما أعتقد ويهرب لكن مايكل اتفق مع ذلك الشخص براد مات لأنه سدد فيه إلى القلب ومايكل سدد فيه فقط إلى الكتف بعدها سيتدوى مايكل وسيقوم بقسمة المال مع أصحاب الإف آي بي وبهذا سيدهب لكي يعيش مرتاح وهنا مسكين تريفر هرب أعتقد تريفر هرب بدون مال وهنا تبدأ المهمة الثانية وهي مع المهمة الأولى يعني مربوطتين المهمة الثانية فهي مربوطة مع المهمة الأولى الخاصة بالبرولوج الآن عدتوا لمهم هنا نقوم باللعب بواسطة فرانكلين وعلينا الذهاب وصرقة السيارات فهي تلك السيارات موجودة هنا سأأخذ هذه السيارة الحمراء أنت أخذ تلك السيارة السفراء البيضاء وليس السفراء وهيا لكي ننطلع وصلنا الآن عند سيميان وعندما ندخل عند سيميان إذا لاحظتم فهناك جيمي جيمي الآن يقوم بالتحدث مع سيميان لكي يشتري تلك السيارة السفراء لكن سيميان سيغشه ويبعها لبتمنغالي جدا ممتاز الآن علينا الذهاب وأخذ سيارة فرانكلين الحقيقة وهي هذه السيارة يسموها برافا دوبو فالو ونقوم بالدابايا وهقد وصلنا الآن إلى المنزل هنا يسكن فرانكلين مع عمته ها قد وصلنا يا شباب هسنا هيا مع السلام الآن يقومون بإعطائنا شخصية فرانكلين وعلينا الذهاب والاستمتاع بيلوس سانتوس والتجول فيها بدون أي مشاكل لذلك سنأتي إلى هنا لكي نأخذ السيارة هكذا ممتاز وإذا لاحظتم هنا اللعبة يا أصدقاء ها هي الخريطة الخريطة لم تفتح بعد لذلك سنقوم الآن بالدهاب إلى منزل مايكل ونرى وإذا لاحظتم كذلك إذا حاولت تغيير الشخصيات لا أريد تكلون معك يا سيميان الآن إذا حاولت تغيير الشخصيات ستلاحظون بأنها عندي فقط شخصيات فرانكلين لا توجد عندي شخصيات مايكل وكذلك تريفر لكن في هذه الحلقة وما سنحاول فعله هو أننا سنحاول الذهاب إلى منزل فرانكلين وكذلك منزل تريفر ونرى هل نستطيع إيجادهم في المنزل قبل أن يتم إظهارهم لنا أو تعريفهم لنا في اللعبة وهيالكي ننطلق قد اقتربنا من الوصول إلى منزل مايكل وهو موجود في هذه المنطقة وهيالكي نرى هل نستطيع فتح الباب أم لا بالنسبة للباب لا نستطيع فتحه غريب جدا لا نستطيع فتح الباب يا أصدقاء غريب لكن هل أستطيع مثلا المرور من هنا والدخول إلى منزله هيالكي نجرب جيد لقد قفزنا ممتاز هل أستطيع فتح الغارج الغارج لا أستطيع فتحه وهو فارغ انتظروا سنقوم بالدخول الآن وكذلك الباب الباب كذلك مقفل غريب لا أستطيع الدخول إلى منزله الباب مقفل انتظروا إذا قررت الدخول مرة أخرى عجيب جدا سنحاول الآن اكتشاف الدخول بواسطة مواد النوكليب ممتاز دخلت جيد هل أستطيع فتح الآن الباب الآن لا لا الباب مقفل يا أصدقاء لا نستطيع الدخول لكنني دخل في الآن بواسطة مواد النوكليب وهي اللي كانت تشاف هل مايكل موجود هنا أملا مايكل معك فرانكلين هناك تريسي تريسي نائمة تريسي نائمة واخرين كلين داخل عندهم إلى المنزل انتظروا ندخل هنا ونرى هناك جيمي أين أنت يا جيمي لا يوجد لا جيمي ولا أي شيء لكن صراحة فإن الوقت متأخر من الليلة كم الساعة الآن الساعة الآن الثانية عشر ليلا يا السلام انتظروا هناك تشوفوا ندخل الآن إلى غرفة النوم هناك أماندا لكن أين هو مايكل لماذا مايكل غير نائم مع أماندا أماندا نائمة لا تحس بأن فراكلين داخل عندها هنا يا السلام هنا غرفة الملابس الخاصة بفراكلين لكن صراحة قفلوا الباب الباب مقفل ولم أستطع الدخول بسهولة ووجدنا بأن أماندا نائمة وكذلك تريسي ها هي نائمة هل أستطع تسديد على تريسي أو لا لا أستطع جد بالأسلحة والأسلحة يعني في منزل مايكل أوه فرانكني وكذلك منزل تريفر أعتقد بأنه لا أستطع جد بالأسلحة أوه هناك هذا العصر الأخضر هل أستطع شربه؟ لا لا أستطع هناك لويسكي هل أستطع شرب لويسكي الخاص بمايكل؟ لا أستطع كذلك غريب جدا أوكي سنحاول الدهب الآن والابتعاد قليلا آه هذه البيبان فهي مقفلة انتظروا نخرج هل هناك مايكل مثلا هنا يلعب تينيس هل مايكل هنا يلعب تينيس؟ لا لا يوجد لا مايكل ولا أي شيء يعني إذا لم يتم تعرفه في اللعبة فمن الممكن أن لا تجده كذلك في المنزل وجدنا فقط آماندا وتريسي وكذلك جيمي لم نجده لماذا؟ لأنه موجود عند سيميان في الديلرشيب يحاول شراء تلك السيارة لذلك فإن جيمي غير موجود في المنزل في هذا الوقت ومايكل لا أعلم صراحة أين هو المهم فهو غير موجود هنا يا شباب لقد اكتشفنا هذه الأشياء انتظروا سأبتعد قليلا أبتعد عن المنزل وبعدها أعود له لكي يتم عمل راندر من جديد نأتي مثلا إلى هنا أعتقد هنا فإن الأمر جيد جدا بعدها نعود إلى منزل مايكل وبهذا سيتم عمل راندر من جديد للمنزل ونرى هل ستتغير الأحوال أم لا وهو منزل مايكل ممتاز وووو ظهرت السيارة لم تكن سيارة آماندا في الأول هنا لكن الآن ظهرت انتظروا هالباب الآن أصبح مفتوح لا علينا استعمال الموكليب استعملت الموكليب ودخلت اوه هل هناك مايكل مثلا في هذا المكان اوه مايكل غير موجود وهذه الكرة اوه أستطيع لعب بهذه الكرة ها هيا لكي نصعد إلى فوقه نرى جيمي مثلا هل عادت جيمي إلى المنزل أم لا اوه انتظروا نكتشف في القاراج هل ظهرت سيارة جيمي التي اشتراها او اوه الجاراج فارع لم تظهر سيارة جيمي التي اشتراها يعني بأن الجيمي غير موجود في المنزل هيا لكي نصعد مرة أخرى ونرى هل هناك تريسي واو تريسي غير موجودة هنا اختفت تريسي الآن هيا ندخل عندها اماندا اوه قالت لي اذهب وابحث عن زوجي اماندا سكرانة مسكينة هاهاها وكذلك الكأس تحمله في يدي اوه مسكينة سكرانة لأدنى مايكل تركها اماندا موجودة وسكرانة لكن تريسي فهي غير موجودة في المنزل الآن عجيب جدا انتظر ونخرج ونبسعد ونعود لكي نرى ماذا سيحدث صراحة عجيب شيء عجيب يحدث في لعبة جدا اي 5 ممتاز لقد ابتعدنا الآن هيا لكي نعود لكي يتم عملنا ندر مرة أخرى للمنزل الخاص بمايكل ها هو المنزل الآن السيارة اختفت مرة أخرى هيا لكي ندخل إلى المنزل ونكتشف الباب مقفل كالعادة ووو هنا تريسي موجودة في هذه المنطقة وسكرانة كذلك ماذا تفعلين ابوك ليس هنا يا تريسي لكنك لماذا تشرب بين الخمر وأنت سكرانة لماذا تريسي المسكينة سكرانة هي اللي كي نصعد إلى فوق نرى هل هناك جيمي هل عادة جيمي او جيمي غير موجود هيا الان لكي ندخل عند آماندا آماندا نائمة مرة أخرى نائمة المسكينة لا تحس بأي شيء هنا هو مايكل يا أماندا جميل جدا يعني هناك ثلاثة أشياء في المرة الأولى وجدنا تريسي وأماندا نائمتين في المرة الثانية وجدنا آماندا سكرانة وفي المرة الثالثة وجدنا تريسي سكرانة هنا وجالسة فوق الدروج وأماندا وجدناها فوق نائمة حسنا هيا الان لكي نذهب إلى منزل تريفر لكي نرى ونكتشف هل تريفر موجود هناك أم لا لأنني من الممكن أن أجد تريفر بالنسبة لي مايكل بحثنا عنه لكننا لم نجده وكذلك إذا حاولت تحويله فأنا لا أستطيع تحويله إذا لاحظتم لا أستطيع فإن مايكل لحد الآن لم يتم تعرفه وإظهاره لنا لكي نتحكم به في لعبة جتا اي فايف وكذلك تريفر لم يتم إظهاره لنا لكي نتحكم به في لعبة جتا اي فايف لذلك سنحاول الآن تهاب والبحث عن تريفر لكي نرى هل سنستطيع إيجاده أم لا في منزله وهيا لكي ننطلق وعدت لكم يا أصدقاء لقد وصلت إلى منزل تريفر وها هو هنا يوجد تريفر وهنا القاراج الخاص بتريفر سأضع سيارتي هنا هل ستطيع فتح القاراج لا ستطيع فتحه هيا لكي ندخل هذا هو القاراج أوه فتح القاراج كيف لقد دخلت له كان مقفول عندما دخلت له فتحه أوتوماتيكيا هنا هذه الأشياء الخاصة بتريفر غير منظمة لأن تريفر بنفسه فهو غير منظم . جميع هذه الأشياء متسخة كثيرا تريفر يحب الإتساخ شوفون هذه الأشياء القديمة الخاصة بتريفر لقد رماها فقط قرب المنزل وعنده كذلك القنينات الخاصة بالغاز Attack صراحة تريفر عجيب أمره هيا الآن لكي نرى أستطيع الدخول إليه عجيب كيف الباب مقفل لا أستطيع الدخول لكنني إذا قمت بالدخول بوسطة النوكليب بوم تريفر أنا فرانكلين لقد جيت عندك هناك صراصر يا سلام تريفر المتسخ هنا تلفز تريفر الفاولة يشتغل هنا بعض من الصور هنا قنينة الشراب تريفر يسكر كثيرا المسكين لأنه يعتقد بأن مايكل مات لذلك فهو يسكر كثيرا هنا التلاجة واو هذه الأماكن فهي متسخة جدا عند تريفر وهنا تريفر واو لا يوجد لا تريفر ولا أي شيء هنا ينام تريفر شوفوا معي يا أصدقاء يدخن ويسكر مسكين وهنا البيتزا أكل البيتزا ورماها هناك بدون لا تنظيف ولا أي شيء وهنا يقام بتحطيم هذا التلفاز مسكين يا أصدقاء هذا التلفاز حطمت تريفر وهنا عندنا ملابس تريفر كذلك إذا لاحظتم هذه الملابس التي يلبسوها كثيرا يا سلام على تريفر لكن لا يوجد لا تريفر ولا أي شيء في المنزل المنزل فارغ يعني اكتشفنا بأننا لا نستطيع إيجاد لا مايكل ولا فرانكلين قبل أن يتم تعريفهم لنا وإظهارهم في لعبة جيتة ايف 5 مع الأسف الشديد كنت أعتقد بأنني إذا ذهبت مثلا إلى منزل مايكل سأجد مايكل لكن وجدت فقط أماندا وتريسي لا وجود لا لمايكل ولا جيمي بالنسبة لي جيمي عرفنا أين ذهب فهو موجود مع السيميان لكي يقوم بشراء تلك السيارة لكن بالنسبة لي ومايكل صراحة لماذا هو غير موجود في المنزل غريب جدا وكذلك تريفر لقد جئنا الآن إلى منزله لكنه غير موجود لا أعلم صراحة أين ذهب وإذا لاحظتم فإن التوقيت فهو متأخر من الليل الثاني عشر ليلا الآن لذلك فمن الممكن أن يكون تريفر موجود نائم أو شيء من هذا القبيل عكس في النهار تكون نسبة عدم إيجاده كبيرة جدا لأنه في النهار يخرج الناس إلى آخر لكي يقوم بشراء مستلزماتهم لكن في الليل يجب علينا إيجاد مايكل وتريفر لكننا لم نجدهم مع الأسف شديد وهذا صراحة تساؤل كان عندي من زمان لذلك قررت اكتشافه وتسجيل هذا الفيديو لكي أشارك معكم التجربة يا شباب إذا عجبتكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك وأنتظر ردودكم يا أصدقاء وقولوا لي ما تكتشفتم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله